تنضمون إلى موجزة إخباري أهلا بكم قال الرئيس الأمريكي دولارد ترامب أنه سيكشف عن الخطة التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة نيول واشنطن الأسبوع المقبل قال ترامب للصحفيين أن رد فعل الفلسطينيين قد يكونوا سلبيا في البداية ودعت واشنطن كل من نتنياهو ومنافسه رئيس تحالف كاحولفان بني جانس إلى البيت الأبيض الثلاثاء المقبل للخوض في الخطة التي تعرف إعلاميا بصفقة القرن وفي خبر خاص لآي 24 نيوز حث نواب حاليين وسبقين في الكنيسة بني جانس رئيس تحالف كاحولفان على عدم الذهاب إلى واشنطن للتداول في صفقة القرن مدعين أن هذه مناورة أخرى من ترامب ونتنياهو للتأثير على الانتخابات المقبلة وغض الطرف عن ملفات فساد نتنياهو وتحويل أنظار الناخبين إلى قضايا سياسية وعلى رأسها صفقة القرن وضم أجزاء من الضف الغربية إلى السيادة الإسرائيلية هذا ومن المرتقب أن يعلن جانس مساء غد قراره بخصوص تلبية دعوة البيت الأبيض جددت السلطة الفلسطينية رفضها لخطة واشنطن المقترحة لإحلال السلام مع إسرائيل وأكد المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبوردين في بيان الرفض القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولية وتخشى إسرائيل من أن تؤدي دعوة ترامب لنتنياهو جانس إلى البيت الأبيض وقرب الإعلان عن صفقة القرن إلى تصعيد وتوتر في القدس وفي الضفة الغربية تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لإسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران قال نتنياهو أن الإيرانيين كانوا يعرفون أن قواتهم أسقطت الطائرة لكنهم تستروا على ذلك لمدة 24 ساعة احتشد الألاف من مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في تظاهر ضخمة للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من العراق وحظيت دعوة الصدر للتظاهر المليوني التي جاءت بعد تصويت في البرلمان العراقي على تفويض الحكومة بإناء تواجد القوات الأجنبية في البلاد حظيت بتأييد واسع من الفصائل الشيعية المقربة من إيران حثت المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله علي السيستاني حث الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن مطالبا السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير وقال السيستاني أن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحدد لها دستوريا إلى هنا نهاية الموجز نلقاكم عند رأس الساعة مع آخر تطورات إلى اللقاء